اشتركوا في القناة وأسألك اللهم وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء وكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام وبطلعتك في ساعير وظهورك في فاران وطلعة الله في ساعير بعيسى عليه السلام وظهور الله في فاران بمحمد صلى الله عليه وآله ولابد من الالتفات أن عبارات الدعاء مرتبة التصاعديا فمن نبي كلمه الله هو موسى عليه السلام إلى نبي مثل طلعة الله وهو عيسى عليه السلام إلى نبي مثل ظهور الله هو محمد صلى الله عليه وآله عن أبي زعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر وعلي الهابي أما والله ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة فهم عليهم السلام رسل هداة من محمد صلى الله عليه وآله وإلى محمد صلى الله عليه وآله وأيضا هم جميعا عليهم صلوات ربي لهم مقام النبوة بل إن شرط الإرسال الذي لا يتبدل هو تمام العقل فلابد من الوصول إلى مقام السماء السابعة الكلية سماء العقل وهذا الأمر الذي تجدد يقرأه سواء كان يفقه أم لا يفقه كل من يزور أول رسول من محمد صلى الله عليه وآله وهو علي وأبي طالب عليه السلام بل لا يدخل إلى الحرم المطهر لأمير المؤمنين عليه السلام إلا بعد قراءته وهو بمثابة زيارة للنبي محمد صلى الله عليه وآله في زيارة أمير المؤمنين علي عليه السلام عن الصادق عليه السلام وتقول السلام من الله على محمد أمين الله على رسالته عزائم أمره ومعدن الوحي والتنزيل أخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله الشاهد على الخلق السراج المنير والسلام عليه ورحمة الله وبركاته محمد صلى الله عليه وآله وأمه والمهدين خليفة الله الكامل الذي يمتل اللاهوت الله في الخلق وبدون أن يمارس الخليفة دور اللاهوت في إرسال المرسلين عمليا لا يكون خليفة الله الكامل حقا وتماما بل ولا يتحقق الهدف من الخلق فإنه بممارسة هذا الخليفة لدور اللاهوت يكون صورة كاملة يعرف بها الله سبحانه وتعالى فيتحقق الهدف من الخلق وهو المعرفة أي معرفة الله والتوحيد الحقيقي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون فهو أن الأنبياء المرسلين السابقين عليه السلام وإن كان حجز الله وخلفاء الله وورثة الأرض في زمانهم ولكنهم لم يمكنوا من ممارسة صلاحياتهم المخولة لهم من الله كونهم ورثة الأرض وهؤلاء الأولياء أصحاب المهدي عليه السلام هم رسل من أولئك الأنبياء المرسلين عليه السلام فوراثتهم لهذه الأرض وتمكينهم من ممارسة صلاحيات الوراثة هي بعينها وراثت وتمكين الأنبياء المرسلين عليه السلام الذين أرسلوا هؤلاء الأولياء الصالحين أصحاب المهدي عليه السلام وبهذا تنطبق هذه الآية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون لأن وراثت وتمكين ونصر أصحاب المهدي عليه السلام هو وراثت وتمكين ونصر من أرسلهم وهم الأنبياء المرسلين الصابقين عليه السلام أما تطبيق شرائع الأنبياء المرسلين الصابقين عليه السلام في الأرض والذي به يكتمل مصرهم عليه السلام فالذي يتكفله هو المهدي عليه السلام وكما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاب ويهدي إليه من ينيب وعن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الأحاديث تختلف عنكم قال وقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى مال الإمام أن يفتي على سبعة وجوه ثم قال هذا عطاؤنا ثمن أو امسك بغير حساب مستدرك الوسائل الجزء التاسع الصفحة 305 باء عباد صالحون قد تبين أن المراد بالعباد الصالحون هم الأنبياء المرسلين الصابقين عليه السلام كما تبين أن أصحاب المهدي عليه السلام أيضا ينطبق عليهم هذا الوصف والمدح العظيم من الله سبحانه وتعالى لأنهم الرسل من أولئك العباد الصالحين ومثلوهم ومثلوا وراتتهم لهذه الأرض خير تملي جيم قوم عابدين هؤلاء القوم هم أصحاب المهدي عليه السلام وإن بغي أن نتوقف عند المراد بقوله تعالى لقوم عابدين ويفسره قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي يعرفون كما هو واضح في هذه الآية فالمراد من العابدين في الآية السابقة هو العارفون والمعرفة ناسب البلاغ فالذي يعنيه البلاغ هو الذي يعرفه إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وإن كان يوجد أوصاف كثيرة لأصحاب القائم في القرآن ولكني أكتفي بهذا القدر القليل لبيان ارتباطهم بالنبوة والرسالة وبالأنبياء السابقين عليه السلام ولأن الكلام مع كل إنسان يبحث عن الحقيقة وليس مع المسلمين فقط أضرب هذا المثل من الكتاب المقدس العهد الجديد الإنجيل لبيان ارتباط أصحاب المهدي بكل مستوياتهم من أنبياء جميعا عليه السلام فمعروف أن عدد الأنبياء السابقين عليه السلام هو مئة أربعة وعشرون ألف نبي أو أكثر وهذا العدد يكاد يكون الأكثر تداولا بين الناس عالمهم وجاهلهم أيضا في العهد الجديد الإنجيل اذكر أن أبن الإمام المهدي عليه السلام يجمع أنصار أبيه مئة واربع واربعون ألف وهم مختومون على جباههم ويقفون على جبل صهيون وهو رمز إلى فتح الأرض المقدسة التي وعتبها المهدي عليه السلام ثم نظرت وإذا خروف مواقف على جبل صهيون ومعه مئة وأربعة وأربعون ألفا لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم ولذلك هذه الآية الشريفة وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إنهم لهم المنصورون فالعباد المرسلين السابقين الذين لم يتمكنوا من إقامة حاكمية الله وجعل كلمة الله العليا في الواقع العملي والناس لم تمكنهم من ذلك الوعد من الله لهم السابق بالنصرة يتحقق في زمن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وهذا التحقق يكون بنصرة أوليائهم والرسل الذين أرسلوهم مع الإمام المهدي لنصرته وإقامة دولة العدل الإلهي بسم الله الرحمن الرحيم Brothers that you see here are from all around the world and we just want to thank you for all the support that you have shown us with the Bedford Project and we have just received word from Imam Ahad al-Hassan alayhi sallam with the support and blessings and we pray that each and every one of you continue supporting in every way you can so that we can house and have a school for all these brothers and sisters out here in Egypt and once again, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah for all your support Allah al-Muhammad and we'll see you next time اللهم صلنا لد² وعلى محمد ورحمد وطيب ورحمد و Christine ومắc وصلا에 و bin وام Bi叫 إن شاء الله وطبعا ببركة دعائكم أيضا في توصلكم إلى الله بأحمد الحسن أن يسر هذا الأمر ويدفع عنا شرور أنفسنا أولا والظلمات اللي فيها وشرور الأعداء المخيطين بينا وإن شاء الله المكان الجميل وفسيح يعني اتصال يعني بأحمد الحسن سريع يعني الفضاء يعني جميل والسطحة واسع وجميل اللي عاوز يختلف نفسه يناجي إمامه يشكله همه يطلب منه هتلاقي يعني ايه تخرجون من هاتلك الضوضاء والزنقة والضيق فعليكم بقى بس يعني بالدعاء أهم شيء تتوصلون إلى الله بالولي أحمد الحسن عليه الصلاة والسلام أنه هو يصرح في الأمر ويعلم عليه يعني وكمان في نفس الوقت يجعلنا أهل لتحمل المسؤولية يعني كلهم مننا يكون أهل أنه يكون عبد لله لولاية أحمد الحسن يعني 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 عليه الصلاة والسلام هذه المسؤولية يعني الله صلي على محمد وآل محمد العلم والمهديين والسلم تسليما كثيرا واللوم على المهندس الكبير اللي كان يحدث أو فيه طبعا معانا إلباش مهندس محمد عصام مهندس مهدني مسؤول إن شاء الله كل التنهيزات في الأمارة والألوان والإضاءة والترتيبات هذه يعني نستلمها منه إن شاء الله يعني بالصورة الصحيحة المناسبة بإسم الله هو وعدنا أنه يبزل كل جهده إن شاء الله في هذا العمر بإسم الله واستمره لمسة جميلة في بيت الإمام إن شاء الله صلى الله على الإمام وآباءه لهم وآباءه لهم وآباءه للمعنين الله أعوذي الشكرا